قبيل الهجرة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وعرج به من هناك إلى السماء وفوق السماوات كلمه ربه عز وجل وأمره بالصلوات الخمس فرض عليه الصلوات الخمس فلما أصبح صلى الله عليه وسلم حدث الناس بما جرى في هذه الليلة من الإسرى والمعراج فاشتد تكذيب المشركين وسخريتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد بعض من ارتد من من أظهر الإسلام أنه قالوا ما يمكن الإسرى في ليلة ونحن نذهب إلى الشام شهر ونرجع شهر ليلة وحده ما يمكن هذا يقيسون قدرة الله على قدرتهم فاتخذوا من هذا وسيلة إلى التشهير بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى قالوا لي أبي بكر أما علمت ما صنع صاحبك قالوا وماذا؟ قالوا أنه يقول أنه أسري به إلى البيت المقدس وأعرج به إلى السماء قال إن كان كما قال فهو كما قال صلى الله عليه وسلم أنا أصدقه بخبر السماء أنا أصدقه بأنه ينزل عليه الوحي من السماء فعند ذلك حصلت فتنة وثبت الله أهل الإيمان وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الصلوات الخمس في مكة قبل الهجرة وأنزل الله جل وعلا قوله سبحان الذي أسرى في عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقوله تعالى في أول سورة النجم ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى يعني جبريل عليه السلام يومرة يعني قوى فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى هذا ليلة المعراج وهو معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر